اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة برنامجكم عدسة تراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والانشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم باذن الله الحمد لله رب العالمين دعا الركع السجود ليتشرفوا بالبيت العتيق احمده سبحانه وتعالى واشكره واتوب اليه من كل ذنب واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل البيت الحرام قياما للناس مثابة للناس وامنا وامرنا ان نتخذ من مقام ابراهيم مصلى واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرسول الله خير من صلى وصام وطاف باول بيت وضعه الله للناس اما بعد ايها المستمعون الكرام الحكم والاسرار الالهية من اعمال الحج التعبدية هذه المناسك التي امرنا الله تبارك وتعالى بها وبينها لاب الانبياء ابراهيم عليه السلام واقرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذه المناسك والاعمال التي يقوم بها الحجاج تقرباً الى الله تبارك وتعالى ليحجوا بيت الله الحرام ويخرجوا من هذا الحج وقد غفر الله تبارك وتعالى لهم ذنوبهم تحدثنا عن الحكمة من لبس ملابس الاحرام وانها تشبه الاكفان سمع الرجنا على الطواف ببيت الله الحرام هذا البيت الذي رفع قواعده ابراهيم واسماعيل عليهم السلام بامر من الله تبارك وتعالى وقاما بدعاء الله تبارك وتعالى ان يتقبل منهما هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم فالإخلاص هو أساس الخلاص والإخلاص إذا خالط العمل فإن الله تبارك وتعالى يتقبله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يسأل إبراهيم ربه أن يتقبل منه هذا العمل الذي قام به على أمر من الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثم يدعو بأن تأتي حول هذا البيت أمة مسلمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هي أمتنا أمة الإسلام نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تسير على ملة إبراهيم حنيفا مسلمة وما كان من المشركين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا مناسك الحج التي نقوم بها في هذه الأيام وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم يدعو إبراهيم عليه السلام دعوة خاصة لنبينا لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك القرآن الكريم ويزكيهم بالأخلاق الحسنة ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت السميع العليم يسأل إبراهيم عليه السلام بأن يبعث هذا النبي الرحمة المهداة في هذه الأمة التي جاءت من نسل إسماعيل عليه السلام هذه الأمة التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها هذا الرسول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة القرآن والسنة والأخلاق الحسنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يطوف المسلمون بهذا البيت يجعلون البيت عند قلوبهم يستقبلون الحجر الأسعد الذي كان أبيض كالصفة فسودته خطايا بني آدم ثم يطوفون حول البيت سبعة أشواط كما أمرهم الله تبارك وتعالى وكما بيّن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يطوفون بالبيت ويستقبلون هذا البيت وعندما يأتون بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعون بهذا الدعاء الذي فيه خير الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار وبعدما ينتهي الحجاج من الطواف ببيت الله الحرام هذا البيت الذي وضعه الله تبارك وتعالى أول بيت لعبادته في الأرض إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عندما ينتهي الطواء الطائفون أو الطائفين ببيت الله الحرام عندما ينتهي الطائفون ببيت الله الحرام يقومون بصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام كما قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم يتوجهون إلى ماء زمزم فيشربون منه ويتضلعون يملؤون ضلوعهم من هذا الماء العظيم الذي أنبته الله تبارك وتعالى والذي فجره الله تبارك وتعالى تحت قدم إسماعيل عليه السلام بضربة جناح من أمين وحي السماء جبريل عليه السلام عندما قامت هاجر أم إسماعيل بالبحث عن مصدر للطعام والشراب بعدما نفذ ما معها من طعام وشراب قد تركه معها إبراهيم عليه السلام بعدما يشربون من هذا الماء الذي هو طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلى جبل الصفا ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة فيقفون على جبل الصفا يستقبلون بيت الله الحرام يدعون الله تبارك وتعالى قائلين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوَّع خيرًا فإن الله شاكرٌ عليم يقفون على جبل الصفا فيتذكرون أم إسماعيل وقد تركها إبراهيم بقليلٍ من الزاد في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء تركها قائلاً لها إن الله قد أمره بذلك فامتسلت أم إسماعيل وقالت إذن لن يضيِّعنا الله تبارك وتعالى قامت هاجر عليها السلام بالسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ثم عادت من المروة إلى الصفا شوطٌ آخر ثم عادت مرةً سالسة من الصفا إلى المروة وهكذا سبعة أشواط كانت ربما قد اكتفت بشوطٍ واحد ولكنها فعلت ذلك وأكدته سبعة مرات لتعلمنا كيفية التوكل على الله تبارك وتعالى وأن التوكل على الله تبارك وتعالى يكون بالأخز بالأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوضِّح لنا كيفية التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانة فقامت هاجر عليها السلام بالسعي بين الصفا والمروة والمروة والصفا وفي المرة السابعة يبعث الله تبارك وتعالى جبريل فيضرب الأرض عند قدم إسماعيل فيتنبع هذه البئر هذه العين عين زمزم بإذن الله تبارك وتعالى تحت قدم إسماعيل وللحديث بقي بإذن الله تبارك وتعالى جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه وجزاكم الله خيراً على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لألتقيكم غداً إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر